غلوريا راميرز السيدة السامة كانت حياة غلوريا راميرز طبيعية جدا لكن الأحداث التي أحاطت بلحظاتها الأخيرة جعلت منها واحدة من أغرب الأشخاص في التاريخ الستة دي كانت حياتها طبيعية جدا وفجأة في شهر فبراير سنة 1994 نقلوها المستشفى العين في كاليفورنيا وطبعا ده حصل بعد لما ارتفع معدل نبضات قلبها بشكل غير طبيعي وانخفت ضغط دمها وأصبحت غير قادرة على تكوين جملة مفيدة في الوقت دوت كان عندها 31 سنة جات لها النوبة واتشخص مرضها أن هي عندها سرطان عنق الرحم وقالوا أنه هو ده السبب في تدهر حالتها الصحية طبعا الأطباء عملوا محاولتهم علشان ينقذوها وللأسف ما حدش عارف يعمل معاها حاجة جات الممرضات وحاولوا يزيلوا الأميس اللي كانت لابساه لقوا بريق زيت غريب على بشرتها وكان فمها بيعبق برائحة تشبه رائحة الثوم فقام الأطباء بأخذ عينة من دمها ورقوا جزيئات غريبة تطفو فيه وكانت رائحة النشادر تفوح من دمها بشكل غريب طبعا الوضع كان غريب جدا الممرضات واحدة ورد تانية بقى يوهم عليهم في الأرض ده غير بقى الممرضات اللي جالهم مشاكل تنفسية واحدة منهم جالها شلل مؤقت على الرغم من المجهودات الجبارة اللي بازالها فريق الأطباء والممرضين في المستشفى إلا إنها استسلمت لقدرها المحتوم خلال تلك الليلة التي ذهبت فيها إلى المستشفى جي فريق خاص لتفحص جثتها وكان أفراد يرتدون سطرات واقية من المواد الخطيرة من أجل حماية أنفسهم من أي شيء خايفين لا يحصل لهم زي اللي حصل للممرضة أي حد كان بيقرب من الست دي كان بيتعرض لمشاكل صحية رهيبة وفي نهاية المطاف تمكن الخبراء من إجراء ثلاث عمليات تشريح علشان يعرفوا الست دي توفت بسبب إيه وفي الآخر اكتشفوا إن هي توفت بسبب فشل قلبي أدى لفشل كالوي تسبب في الآخر لسرطان عنق الرحم في مراحله الأخيرة كل عمليات التشريح اللي تمت ما قدرتش توصف الحالة اللي عندها بالزبط أو تقدم دلائق القاطع عن السبب اللي جعل موظف المستشفى يعانوا من مشاكل مرضية بعد تفحصها وبعد ما استمعنا القصة غلوريا استنوا معانا قصة تانية مسيرة عن شخصيات غريبة ومثيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته